مدينة أورشليم مدينة الفداء هي البلد اللي تصلب فيها الرب يسوع وقام من الأموات البلد اللي أرسل الروح القدس لإلها والكنيسة الأولى ابتدأت من أورشليم أنا موجود على جبل صهيون الذي يطل على البلدة القديمة تستطيع أن ترى جبل الزيتون خلفي مكان صعود المسيح من جبل الزيتون وأيضا جناح الهيكل بتشوف كمان معي بستان جتسماني بجانب جناح الهيكل ودي قدرون الطريق اللي أخذوا الرب يسوع قادوه من بستان جتسماني إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة ليحاكم المحكمة الدينية وأنا موجود من هذا المكان منطل على البلدة اللي كل الحدث العظيم تم فيها صلب وموت الرب يسوع المسيح من هذا المكان عاوز أتكلم عن أهمية الصليب وبركات الصليب من ناحية أخرى الصليب طبعا يظهر لنا قلب الله المحب فالصليب فعلا بيظهر المحبة الله أحب الإنسان إلى درجة أنه أرسل كلمته ابن الله المسيح يسوع حتى يموت على الصليب من ناحية أخرى الصليب بيظهر بشاعة الخطية لأن أجرة الخطية هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ففعلا الخطية خاطئة الخطية فصلت الخطية حجزت فالخطية بشعة جدا فضيعة جدا فالصليب أو الخطية هي اللي سببت موت يسوع المسيح شيء ثالث منشوف أنه بالصليب منشوف المعادلة الإلهية والتوازن الإلهي طبعا بين العدالة الإلهية وبين الرحمة فيسوع المسيح ابن الإنسان الذي جاء من السماء استطاع أن يكفر عن خطية الإنسان وأيضا أن يرضي ويوفي المطلب والعدالة الإلهية وهون التوازن بين المحبة طبعا والقداسة بين الرحمة وبين العدالة فالمسيح جمع هذه الصفات بتوازن عجيب بأتام اشتركوا في القناة